اكثر من 1200 اعتداء على المقدسات الدينية الإسلامية والمسيحية والأراضي الوقفية سجلتها وزارة الأوقاف في تقريرها السنوي لعام 2017 وعرضتها في مؤتمر عقد اليوم في مدينة رام الله الاعتداءات تنوعت ما بين اقتحامات وحفريات وتركيب كاميرات ومنع الأذان إضافة إلى الاعتداء على حراس المقدسات واعتقالهم وإبعادهم الاحتلال الإسرائيلي يوميا يمكن قطعان المستوطنين من الدخول إلى المجل الأقصى وتمكينهم من أداء الصلوات التلمودية ثم إقامة الحفريات التي أسفل المسجد الأقصى المبارك وشهد عام 2017 حدثا سجله التاريخ من محاولة الاحتلال فرض حصاره على المسجد الأقصى بالبوابات الإلكترونية التي تصدى لها المقدسيون مسيحيون ومسلمون حتى تمت إزالتها ولكن سلطة الاحتلال وضعت كاميرات مراقبة دقيقة على أبواب المسجد الأقصى القدس تحتاج المواقف السياسية على المستوى العربي وعلى المستوى الإسلامي وعلى المستوى العالم القدس تحتاج تفعيل الجوانب القانونية محليا وإقليميا ودوليا القدس تحتاج إلى تحريك كل الفعاليات الشعبية والإنسانية والاجتماعية والمجتمعية وكانت المرجعيات الدينية عقدت مؤتمر الانتهاكات الإسرائيلية بحق المقدسات تزامنا مع انعقاد المجلس المركزي الذي اعتبر صاحب القرار في بلورة الرد المناسب على اعتداءات الاحتلال المستمرة المجلس المركزي هو سيد القرار هو صاحب القرار في بلورة الرد المناسب العملي الإجرائي على هذه الاعتداءات الإسرائيلية يشار إلى أن مؤتمرا لنصرة القدس سيعقد في الأزهر الشريف بمصر الأسبوع المقبل وسيشارك فيه الرئيس محمود عباس من أجل صياغة قرارات جدية واتخاذ إجراءات فعلية للرد على قرار ترامب بشأن القدس وفاء عاروري تلفزيون وطن ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة